بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي تلون صورة ابيض وسويت حاجة زي صورة هتلر ديت ممكن تحولها من حاجة بالشكل ده لحاجة بالشكل ده اول خطوة عايز انت المفروض تعملها اما بتفتح الصورة بتروح الامج مود وبتخليها CMYK ده بيخلي افضل لما بتجي تلون الصورة بعدين بنعمل بس دوبلكيت عشان نشوف قبل وبعد بعدين بنقف على الطبقة ديت زي ما اتكلمنا قبل كده ان اي حاجة بتعملها على فوتوشوب هي خطوتين اول خطوة بتختار المكان بتختار الجزء من الصورة تاني خطوة انك بتطبق عليه تأثير معين بتختار مثلا المكان من خلال الـ Selection Tools اللي في فوتوشوب فنروح لـ Quick Selection Tools وبعدين عايزين نختار جزء ونغير لون ده بيعتمد في الاساس على مخيلتك وان انت عارف ان اللون ده ممكن يكون مثلا احمر الشارة بتاع النزيرية الحتة ديت ممكن تكون حمرة وكمان البدلة لونها ايه بالزبط فتعد تغير بالالوان لحد ما توصل لحاجة قريبة من الواقع فمثلا هنقرب على الصورة وبعدين عايزين نختار الجزء ده فنضغط ونسحب بالـ Quick Selection Tool طريقة ديت وبعدين نصغر الفرشة شوية من حرف الجيم بعدين من جيم الحتة ديت وبعدين بتروح لـ Adjustment Layer ايكون اللي هي ديت وبعدين من اختار Curves فبتظهر لك البانل ديت بتروح بقى انت بتروح لكل واحدة وبعدين بتغير فيها زي ما انت عايز لحد ما توصل للتأثير اللي انت مثلا هننزل السيان تحت كده والماجينتا هنرفعه لفوق فبيديلي اللون الأحمر بتاع الشار ده بالنسبة للجزء ده مثلا جزء البدل هنختاره نحن بنروح لـ Layer Quick Selection Tool برضو نكبرها شوية من حرف الـ Del وبعدين بتختار البدلة بالشكل ده طبعا حاجة زي الأميس الأبيض ده هنشيله بالـ Subtract From Selection بالشكل ده كده وبعدين عايز نضيف الجرافات مرة تانية فبالطريقة ديت وبعدين مثلا عايزين نشيل الحزام ده من الـ Selection فبنختار Subtract From Selection بالطريقة ديت والحزام برضو الصغير ده فتشيله بالطريقة ديت طبعا بالتانيك تعدل في الـ Selection بتاعك لحد ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها وده بالممارسة بتقدر تختار الأداة المناسبة اللي بتقدر تعدل بها الـ Selection بتاعتك وبعدين وبعدين هتختار بالـ C-M-Y-K جرد ان انت رفعت C-M-Y-K ديت وايحاء لون البدلة ديت لو تتفرجت مثلا على أبو كاليبس في الحرب العالمية التانية هتلاقي ان البدل بتاع الألمان كانت حاجة باللون ده او ان انت ممكن تغيرها مسلا من الصيان انك ترفع الصيان حاجة بسيطة كده هتلاقي برضو ان ده كان ممكن يكون لون البدلة ان ما جاء انت الـ Yellow الـ Yellow نقلي ليله شوية او نخلي ليله زي ما هو والـ Black كن هجاب الشكل ده ده بالنسبة للبدلة بالتانيك تغير في الـ Curves ديت لحد ما توصل للتأثير اللي انت عايزه ممكن دلوقتي نزبط الحزام ده بتختار برضو اللير بعدين تختار الحزام بالشكل ده وبعدين تروح لـ مجرد بس ان انت بتزود تغير تغير في الاعدادات لحد ما توصل لنتيجة مريبة للواقع حاجة بالشكل ده تقريبا كده وبعدين ممكن بقى انت مثلا تغير الخلفية اللي ورا ديت ممكن تختار مثلا لون العنين وتغيره ممكن الشعر كذلك فلو حبينا نشوف الصورة قبل وبعد التعديل عليها ديت الصورة قبل ما تلونها وديت الصورة بعد ما بتلونها شكرا وتابعونا على موقع دروس اونلاين اشتركوا في القناة